احساس حضرتك بيكون ايه يوم 6 اكتوبر من كل سنة؟ هقول لحضرتك حاجة اليوم ده كان احساس بالسعادة والفخر ده موجود انما بتتذكري الايام الصعبة اللي هي قبل 73 وخصوصا زي ما حضرتك قلتي ان عشان 73 كان فيه لازم 67 وقبل 67 كمان ممكن نقول 56 لانك انت مصر او المنطقة العربية كانت مهدوء لها هدف ان لازم يعملوا نوع من تفتيت والفتنة بحيث ان تبقى العملية مفيش اي قوة موجودة في المنطقة اقوى من اسرائيل وبالتالي لما نقول اسرائيل يعني امريكا وبالتالي كانت امريكا مخططة ان تبقى اسرائيل متفوقة بالقوة والعتاد والنهوه على اجمال الدول العربية ومن ذلك تمت 56 وقبلها 48 وبعدين 67 فكانت الهزيمة قوية لكن كانت الفكرة ان احنا كلنا عارفين ان الحرب معركة كذا معركة فدي معركة خسرنوها 67 ولها ظروفها يعني برضو لما نيجي نتكلم كان لها ظروفها واخطاقها وكتير وجمال عبد الناصر اعترف بالكلام ده وقال وراجع وراجع جميع الإجراءات وبدأ ان هو من 67 يراجع تحديث القوات وتدربها وتطورها وبدأت اول معركة في راس العش مفيش على طول مفيش 15 يوم تمت المعركة بتاعت راس العش بعدها في شهر تمت طلعة جوية استغربة اسرائيل لها ان انت الطيران بتاعك والمعدات كلها تم تدمرها بنسبة حوالي 90% فلما تطلع انت بمجموعة من الطيرين الانتحاريين يعملوا ضربة قوية في اسرائيل فكانت نوع من التحدي ونوع من رد الهزيمة او نوع من التغلب على الهزيمة بعدها على طول حصلت ايه اغراء المقمرة درات ايدات بعد كده بدأت ان انت حرب الاستنزاف والغاية لما انت تم وقف اطلاق النار واللي هي ايه بقت لا حرب ولا سلم وبالتالي بدأت ان انت تستعدي ان مقولة اتقالت ان عبدالناصر قالها ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة وبالتالي بعض الصحفيين وفيه كلمة اتقالت ايامها ان في 73 هزمنا الهزيمة هزمنا الهزيمة فعلا انت قلتي لان ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة وانت نفست هذا الكلام من على 6 سنين من حرب الاستنزاف فالحمد لله ربنا كان موفقنا وكان ربنا يعني ميسرها ورد الاعتبار للشعب المصري والقوات المسلحة المصرية اشتركوا في القناة